نصب واحتيال على ما يقارب 1300 شاب تقطعت بهم سبل العيش وفرص العمل توجهوا للاستثمار في شركات أهلية بمبلغ 30 مليار دينار توزعت على عداد المستثمرين بأرقام مختلفة إلا أنهم تفاجأوا بأخذ الأموال منهم دون أرباح تذكر ولا رأس مال استرجع لهم ما دعاهم للوقوف أمام الشركة والمطالبة بحقهم يعني هو يطرق مال كذب يعني كل كذبة وحنوية يعني لا هسه هو آخر فترة بالكاظمية قبل تقعيبا أسبوع ونص بالكاظمية الاجتماع فينا وقع على السولف وطانا هم ماتين واعد جديد وعلى هذا الواعد ما حتشينا وسكتنا يوم 25 البارحة طلعوا حتشة وقالوا يا بتحركوا اللي حطهم هو النوب قال قاموا يساوموني يردون فلوسهم يعني يومية كذبة يومية شغلة آخر شي هسه يقول تعالوا يحولوا على باقي الشركات شركات وهمية ادعت أن لديها معامل ومصانع للأغذية واللحوم ومشاريع أخرى تزيد من قناعة الشاب للاستثمار فيها مئات الملايين اختفت في ظرف أيام مطالبين القضاء العراقي أن يسترجع حقهم وملاحقة القائمين على هذه الشركات الوهمية مجموعة مستثمرين طلعنا اليوم حتى نطالب بحقنا لأنه احنا صار مستثمرين كم سنة بشركات هواية فوحدة من عدن شركة تاج كربلا هاي اللي بكربلا مستثمرين بها صار أربعة شهر إلى ستة شهر كل شي ما محصلين فلس ما محصلين أو بالشركة لا يقبل يرجعنا فلوسنا ولا يقبل يطينا أرباح ومنطينا وعود يومية وعد وهسا احنا طالب الجهات المعنية أنه بس تدخل ليست فقط في كربلا فمثل هذه الشركات انتشرت في باقي المحافظات ولكن من يقف على عملها أو متابعة الاستثمار فيها من كربلا جاسم نهميم التغيض اشتركوا في القناة